اشتركوا في القناة تشكيل مجلس إدارة هيئة جودة التعليم والتدريب برئاسة المهندس كمال بن أحمد محمد وعضوية كل من الدكتور محمد مبارك بن دينة السيد حمد فيصل المالكي السيد فيصل محمد المحروس الدكتور إبراهيم محمد جناحي الدكتور عبد الرحمن عبد الحسين جواهري السيد عائشة محمد عبد الغني الدكتور عائشة سالم مبارك وتكون مدة عضوية رئيس المجلس وأول أربعة أعضاء أربعة سنوات ومدة عضوية باقي الأعضاء ثلاث سنوات وجاء في المادة الأولى من المرسوم رقم سبعة عشر أنه يعاد تنظيم وزارة الشؤون الشباب والرياضة وذلك على النحو الآتي وزير الشؤون الشباب والرياضة ويتبعه أولا إدارة الاتصال والتسويق ثانيا إدارة الاستثمارات ثالثا إدارة السياسات والتخطيط الاستراتيجي رابعا وكيل وزارة شؤون الشباب والرياضة ويتبعه إدارة الموارد البشرية والمالية إدارة نظم المعلومات الوكيل المساعد للدعم والمبادرات ويتبعه إدارة الدعم والخدمات إدارة تمكين الشباب إدارة الفعليات والبرامج الوكيل المساعد للمنشآت والمشاريع ويتبعه إدارة المنشآت إدارة المشاريع الوكيل المساعد للرقابة والترخيص ويتبعه إدارة الرقابة والتلقيق إدارة الشؤون القانونية والترخيص وجاء في المادة الثانية من المرسوم أنه يلقى المرسوم رغم سبعين لسنة 2015 بتنظيم وزارة الشؤون الشباب والرياضة كما يلقى كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم اشتركوا في القناة